السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين الأعزاء مرحبا بكم مرة أخرى على قناتكم قناة الدعم البدرسي سعداء باللقاء معكم مرة أخرى دائما في إطار استعداد لفرض مرحلة الرابعة من الدورة الثانية إن شاء الله اليوم تشوفوا المستوى الأول نزولا عند الرغبة ديالكم والطلبات المتكررة كما كتعرفوا بأن المستوى الأول هو الأساس ديال مجاح في المدرسة الابتدائية والتلميذة لا توفق في المستوى الأول لا تخاف تعليف باقي المستويات إذن الناس اللي تعقوا بينا جداد دائما كندروا واحد القادية كندروا الفيديو كندروا أسفل الفيديو واحد الروابط اللي كتكون مفيدة لكم منها الرابط ديال تحميل هذا الفرض هذا منها أيضا الرابط ديال صفحة الفيسبوك وأيضا الرابط لجامع جميع الفروض ديال الدورة الثانية لمرحلة الرابعة المستوى الأول ابتدائي إذن مع لكم إلا تطبعوا هذا الفرض هذا وحاولوا تعطيه لأبناء ديالكم وتلميذ في المستوى الأول في هذه المرحلة هذه خاصة يكون يقرأ خاصة يكون يقرأ بطلاقة لكن بقي كي تهجا وبقي صعوبة في القراءة أعرف بأنه عنده واحد تعطر وعنده يعني يحتاج إلى دعم مكتب إذن نبدأ على بركة الله بقراءة هذا النص هذا الفرض هو فرض مادة اللغة العربية في هذا النص هذا هو صحفة جميل وكي يجعلني أني تعرف المستوى ديال ابني لك كيف دير رن الجرس خرج التلاميذ والتلميذات إلى الساحة ليستريحوا أحمد يردد نشيد الصباح فاطمة تسقي نباتات حديقة المدرسة علي ورفاقه يمثلون مصرحية أمام أصدقائهم أما الأساتذة سوف يراقبون جميع الأطفال رن الجرس من جديد صاح أحمد هل انتهت فترة استراحة بهذه السرعة إذن هذا هو النص أني حاول نقرأ بحث السرعة إما الإبني خليك يقرأ من راع وجوج نمر الآن إلى أسئلة الفهم السؤال الأول يقول أستخرج من النص إذن سوف نعلم الأبناء لدينا يفهموا ما هو المطلوب منك ماذا طلب منه يقول أستخرج من النص يعني الجواب سيكون من النص يعني ستخرج كلمة كلمة أو جملة سنخرجها من النص إذن سنستخرج اسم المكان الذي يستريح فيه الأطفال اسم ولد اسم بيت إذن نبدأ على بركة الله كنشوفه عندنا نص هنا نستخرج اسم المكان الذي يستريح فيه الأطفال رمنا الجرس خارج التلاميذ وتلميذات إلى الساحة التي يستريح إذن المكان هو الساحة إذن المكان أكتب هنا الساحة اسم ولد أحمد إذن هذا اسم ولد اسم بنت فاطمة صافي يعني هو كبال لنحن هاتش بصير وإذا كانت تفاجئه وتفاجئه كما كانت تفاجئه هنا بالأجوبة للتلامين إذن هنا ماذا تفعل فاطمة إذن هنا عندي فاطمة تسقي نباتات حديقة المدرسة ما عليه الذي يكتب فاطمة والذي يكتب حتى تسقي زيانة فاطمة فاطمة تسقي تسقي نباتات حديقة المدرسة ماذا يردد أحمد أحمد يردد أنه هنا أحمد يردد نشيدة الصباح إذن أكتوب الجواب يريد كالتالي أحمد أحمد يردد يردد عفوا يردد نشيدة الصباح السؤال رقم 2 يقول أكمل الجمل الآتية بما يناسب مما يلي إذن هذه الجمل هي عبارة عن أسئلة وجملة تعجب إذن أنا أريد استعمال هذه الحروف أو هذه الأدوة هذه نستعمل إبنك يعني نستعمل مثلا كنستعمل التعجب ومثلا نستعمله في السؤال هنا عمرك يا أحمد إذن عمرك يا أحمد هل أقول كم عمرك يا أحمد أين هذه أين أسأل عن مكان هنا كم أسأل عن كم يعني كم يعني عداد أو أو مدة أو 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 وزن أو وزن أو كتلة وما هي كعفل تعيو إذن أسأل كم عمرك يا أحمد هنا ما أجمل الربيعة بفله ونرجسي هنا أين أسأل عن مكان أين تضعين أدواتك إذن نمر إلى السؤال رقم ثلاثة وحول الجملة الآتية حسب الضمائر هو خرج إلى الساحة إذن هذا تحويل هذا يعني تلميذ في المرحلة هذه سيكون قادر لها التحويل هذا أنا ماذا فعلت أنا خرجت أنا خرجت إلى إلى الساحة أنتم خرجتم خرج تم إلى الساحة أنتما خرجتما خرج تم إلى الساحة إلى الساحة هنا خرجنا هنا خرجنا إلى الساحة إذن نمر إلى السؤال رقم 4 والسؤال رقم 4 يقول أرتب الكلمات التالية للحصول على جمل مفيدة مدرستين أضافة وحافظ على إذن نبدأ بالفعل وحافظ وهنا التلميذ إذا لم يقرأ القيصص بزاف إذا لم يقرأ النصوص بزاف يجب هاته سهل وحافظ حيث يكون عنده واحد الرصيد اللغوي وحافظ على مظافة مدرست هنا عندي عندي حجرة حجرة الدرس مزينة مزينة بالصواري حجرة الدرس مزينة بالصواري إذن نمر السؤال رقم خمسة والسؤال رقم خمسة يقول أمرأ الجدول من النص أمرأ الجدول من النص سوف نرى كلمات فيهم حرف السين كلمات فيهم حرف الصاد كلمات فيهم حرف الجيم وكلمات فيهم حرف الحاء والدال والدال إذن نبدأ ورمنا الجرس إذن هذه الكلمة فيها ندروها في الجيم هذا نشوفوا السين عندنا الساحة عندنا أحمد يردد يردد وعندنا نشيد نشيد الصباح أن الصباح فاطمة تسقي تسقي نباتاتي عندنا المدرسة ممكن تمرس علي ورفاقه يمثلون هنا عند أحمد يعني مجول كلمة يعني خصغير مسرحية أمام أصدقائه عندنا ذال نخل جهز هاتي إذن مقلنا جارس أحمد يردد نشيد الصباح فاطمة تسقي نباتات المدرسة علي ورفاقه يمثلون مسرحية أمام أصدقائهم أما الأساتدة فيراقبون جميع الأطفال رنا الجرس من جديد أعطني جديد ممكن دي لها فالدال من جديد صاح أحمد صاح أحمد هل انتهت أن جميع صاح إذن بقي ندل فيه كلمة فيه التلميذات والتلاميذ إذن نكون قد وصلنا إلى الأساس لكين التلميذات كين الثلاميذ نمر إلى السؤال رقم 6 سؤال رقم 6 أكتب في كل خانة اسم أحد الرسوم إذن عندي 4 خانات نكتب فيهم اسم أحد الرسوم مثلا عندي هنا محفظة محفظة عندي بقرة مثلا عندي مثلا نختار سلحفات أو سلحفات سلحفات دراجة 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 هنا نخلة نكتب هديكم نخلة هنا كأس كأس هنا مثلا عصفور هنا ظاهرة أو وردة إذن نمر إلى السؤال رقم 7 أعبر عن الصور الآسية بجمل مفيدة هذه الجمل مفيدة نرى بأن هناك التلاميذ من يقومون التلاميذ التلاميذون يحافظون على نظافة مدرستهم يحافظ التلاميذ يحافظ يحافظ التلاميذ على نظافة على نظافة مدرستهم على نظافة مدرستهم ما يفعلون يجمعون يجمعون الأزبال وينظفون الساحة وينظفون هذا مجرد اقتراح نمر إلى السؤال الأخير السؤال الأخير يقول أنقل النص الثاني مراعي المقاسة الحروف يعني عندي هذا النص هذا يجب أن نقله مراعي المقاسات الحروف مثلا حرف السين كيف يكتب حرف السين يعني هكذا لا يمكن كتب حركة هذا لا يعتبر مثلا حرف الف مقاس ديال حرف الدال اللام مثلا يعني نرى مقاسات الحروف وهنا في الأخير سؤال التاسع وهو أكتب ما يملى عليه يعني الإملاء ما يملى الأستد إذا نصل لنهاية هذا الفرض وإلى اللقاء مع فرض آخر